صباح الخير لكل المشاهدين يلي نضموا لرفقتنا ببرنامج يوم جديد مع دكتور زينة غصوب الدكتورة بالسلوكيات البشرية والاستشارية اليوم رح نقش موضوع مختلف شوي ولكن موضوع أساسي ومهم كنا عم نحكي أنا وياك دكتور تحت الهوى ويركسايت ويلنس وقديش مهمة عن جد صحة صحة الموظفية بالشغل قديش مهمة وقديش أساسية وقديش أرباب العمل المفروض يكونوا عم بيعطوها اهتمام خاصة بأيامنا اليوم مزبوط اليوم نركز شو يعني ويركسايت والنس لأنه فيها تكون شي كتير صغير وفيها تكون شي كتير كبير يعني استراتيجية عمل كاملة على عدة أصعدي أول شي بنقول شو أهميتها يعني شو اللي بيرد لأرباب العمل يعني الـ return on investment شو هو للأرباب العمل ليه لازم يعمل investment بـ work site wellness program بقلب الشرك أول شي كل الأحصاءات وكل الدراسات العالمية وحتى اللبنانية حتى نحنا هلأ بلبنان نعمل دراسة السنة الماضية واللي قبلها و post covid يعني هوت 3 سنين عدة شركة نشغل فيهم شفنا أنه بس نحنا نحط شوية جهد أو نعمل wellness program بقلب الشركة نحنا نحسب الشركة يعني يمكن تكون خمسة موظفين يمكن تكون مئة موظف يمكن تكون 300 مئة موظف هالولنس program عم بيزيدوا الانتاجية 400 مئة يعني انتاجية الشغل بتزيد 400 مئة تغيالي قدي أنت كرب عمل أنت أول شي قدي عم تربحه بغض النظر عن عفيته للموظف يعني هاي دي it's a selling point كتير كبيرة بس شو يعني هاي الانتاجية لرب العمل بس كمان في ردود فعلية على نفسية الموظف ونفسية الموظف شو بيعمل مع غيره من هيك بتزيد الانتاجية بيخف قدي الموظف بيغيب عن شغله يعني days of absence بيخفه كتير بيخف كمان وجود الموظف بقلب الشغل بس هو مش موجود يعني نحن نسميه presentism واحد بيكون موجود بس هو физيكلي موجود بس هو أصلا منتلي مش موجود بغير محال شغله باله شي تاني من هيك بتخف انتاجيته بقى من هاي المنطلق هيدا أكيد هيدا الموضوع بلش بالأربعينات بالدول العالم الأولى وصار تقريبا بكل الشرك الكبير يليه الفورتشن فايف هندرد كومبانيز صار يرتكزوا على بروغرامات يحطوا ويلنس بقلب الشرك هلأ شو هو البرغرامات يعني على شو منرتكز نحن أول شي بنرتكز على الصحة البدنية يعني هالموظفين بنعمل مثل تست لكل الموظفين يعني أنا إذا أخدت أول نس بروغرام عم بشتغل فيه مع شركة الدوائي اللي بنشتغل فيها هو بنعمل فحصات فحصات دورية للموظفين هاي أول خطوة فحصات بس شو هن الفحصات الفحصات هي مش بس فحص دم بتشوفي الموظف كيف عم بيأكل طريق أكله بتشوفي قدي عنده فاكترز ريسك للقلب للسكري لكل الأمراض لكل الأمراض يلي بنعرفها الأمراض المزمنة هاي أول شيء بنشوفه وبيبقى في دايتشن بالتيم بتساعد أكيد في طبيب بيبقى كمان بالتيم يعني هو البروغرام بيبقى متكامل ومنحطه على إذا بدك الخط الصحيح طي يوصل لمحل صحيا هو يكون مرتاح تاني نقطة هي نفسيته للموظف نفسيته كيف إذا عنده اكتئاب إذا عنده أنكزايتي إذا عنده حتى مشاكل بقلب البيت عنده أو مشاكل بقلب الشغل هون بيجي دور المدرب للموضوع بيبقى كمان بارت من التيم هلا بديك تقليلي وهذا الشي كتير بيكلف وبيأثر كتير على أرباب العمل أكيد وهون بدي أطرح عليك السؤال قبل ما في يكون أورغانيك يعني ما فيها تكون بتعرفي كانوا يقولوا من زمان على البركة لأنه منشوف شركات مانا كتير كبيرة خلينا أقول المتوسطة الحجم وان عن وان بيصير هيك السؤال الاهتمام إن كان بالفيزيك الهالت طبيعية أول الصحة الجسدية للموظفين أو الصحة النفسية بيكون في هيك متابعة عفوية خلينا أقول أنه في كتير أشخاص هلا إن كان أرباب عمل عم بتابعونا خصوص اليوم اليوم سابت بيقولولك أنه لشو كل هال البلانيك والتخطيط والبروغرامات أنه ما أنا بسأل عن الموظفيني ما أنا متواجد معهم ما أنا على تماث معهم ماني غايب ماني قاعد لحالة بالببل أكتبة بببل وماني بتعاطى معهم هالي عم تحكي عن القيادة سرت عم تحكي عن الليدرشب أكتر وعم تحكي عن القائد يلي عنده زكاة عاطفة عالة يلي هو موجود بس الولنس بده بروغرام عم تحكي عن بس تقولي أنت موجود يعني أنت مش بس موجودة وفات حبابك للموظفين اللي يجول عندك أنت بتكوني موجودة بأدي عطائك أدي فيك تسمعي أدي فيك تساعدي بحل المشاكل أدي فيك تساعديهم أنه هن يطوروا حالهم مهمة القائد أو رب العمل يساعد الموظف كماني يطور نفسه يعني هلأ باعتقد لحتى يفهموا هلأ أهمية الموضوع اللي عم نحكي فيه اليوم دكتور أسود عن جد نحن عم نحكي كيف كل شركة لحتى تكون مثل ما قلته 400% انتجيتها عم بتزيد يعني وهي أرقام حقيقية وما بعتقد فيه رب عمل ما بده أنه شركته تكون هلأد عم تنتج أكتر تكون عم تتحسن بهذا المطرح فيه هول الخطوات لازم يتتبعون هالخطوات وفيه طريقة كتير سهلة تنعمل لأنه فيه ليكي فيه دكتور مارتن سالجمن عمل كتاب بالتسعينات اسمه فلورش يعب يعب أول أوائل هالكتاب كان كل شغله بس للموظفين about the happiness of employees هلا كان بس via an assessment هالassessment نحن منعلمها ككوتشز كمدربين يلي عنا مؤسسات بتعلم تدريب منعلمها للكوتشز طبعا يعاملوها هي assessment بتعملية اسمه البرما هالassessment بتبين لك عدة محلات عند الموظف هو وينه يعني أول شي بنطلع على شي اسمه positive emotions أدي هالموظف عنده emotions إيجابية بحياته العملية وبحياته البرسونل تاني نقطة أدي هو عنده حب لأنه يجي على الشغل وحب أنه يقدر يشتغل بشغف بقلب شغله يعني أنا رأي قدر أروح عشغلي ولا لا أنا تانية نقطة هي علاقاته بقلب الشغل هل يطر العلاقات بقلب الشغل سامة أو صحية عندي بقلب البرما هو كمان التنتف لشغله يعني نحن عم نطلع على عدة نقاط عند الموظف وآخر شي الهلث طب أقوله يعني كمان كتير مهم أنه نطلع على صحته بس نقول صحة منحكي صحة جسدية ولا نفسية بس تعمل هالأسسمنت اللي هو بأسسمنت بلاش يعني بين العمل بنعرف نحن نحن موظفين ناوين أنا وين موظف طبعي ويردو ويستاند لما يخافوا ربيب العمل هاي ع هالأسسس بين خطوة ع هالأسسس أنت بتحط في مليون أسسمنت اللي أنا ذكرت وحدة بس في كذا أسسمنت بين عمل لنعرف نحن موظفين ناوين بس نعرف نحن وين ونعرف الجروب طبعنا من شو عم بيعاني ما أنت بالنهاية عنديك جروب معين هاليا ترى هالجروب كله عم بيعاني من عدم انتاجية بمحل معين أو عم بيعاني بمحل معين أو في ناميمة بقلب الشغل أو 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 بتشوف المشاكل اللي موجودة بس أنت تعرف شو المشاكل بتعرف تصالحية هلأ تصالحية في كتير ناس بيصيروا يقولوا أنه طيب أنا لشو بدي أعمل انفستمنت هالقد كبير مشان أنا ما رح يطلع لي شي من الموظف بالعكس كل الدراسات بتبين لك أنت عندك موظف مبسوط أنت عندك انتاجية أكتر وأفضل وعنديك ولاء للشغل طبعك ما حتى لو في هاد هانتر بدو يجي ياخديك من محل تاني ما بيروح لموظف بقى بيكون عندك هالموظف باقي عندك عم ينتج مني عنده ولا وبيساعدك أنك تكبر بالشغل عندك بقى هالوالنس بروغرامز كتير أساسية وكتير مهمة تا واحد يشتغل فيها ويقدمها لموظفين والموظف بيكون كتير مبسوط هايدي البرامج آنية وقتية ولا تس كونتانيوس أو في إلا استمرارية بقلب الشركات كتير حلو سؤالك حسب الشركة هلا أول شي وقت واحد إذا شركة كتير صغيرة عيدة هلا هو لازم بالفعل هو لازم تبقى يعني على طول تبقى بس الضغط الأساسي كأول مدبل الشياء بيخف أكيد أنه بيصير وبيعرف بعدين الموظف بيصير بيعرف حاله بيعرف أنه أنا لازم إذا نعمل له فحص الزكاء العاطفة وعرف حاله أنه هو ما بيقدر ياخد قرارات بس يكون معصب ما اشتغل مع الكوتش على فترة لازم ستشهر وبعدين صار يعرف ياخد قراراته يعني أنت ما عم بالدربة لتحسن وبس تتدرب لتحسن في كتير أمور بتتحسن على صعيد الفرد وعلى صعيد المجموعة اللي هي بقلب الشغل بقى أول فترة بيكون ضغط يعني تتحسن كل شي بعدين بيصير فولو أبس بيكون كتير إلي يعني تقريبا كل تتشهر مرة بقى بس إذا في إشياء طلعة جديدة عم بتسير وعم بتساعد عم بتأخر للموظف أنه يقدم لقد بس هذا شي ما بيقدر يصير أبدا إذا الليدرشيب ما نعمل له هذا الموضوع لأنه دائما في كتير أوقات بيتصلوا في شرك مثلا بيبدوا نشتغلوا على الموظفين طبعا بينسوا حالهم مش بينسوا حالهم يلي هو هيدا الشي ما بيمشي غير إذا سيستم معين كامل يعني كل السيستم بدوا يشتغل مع بعضه هلأ يمكن مشكل فروع العمل فيك تشتغلي فيها بس فيك تبلش دائما دائما منبلش بالليدرشيب لأنه نحنا نآمن بشي اسمه من فوق لتحت عم بتساعد الليدرز هني يحسنوا من الاشياء اللي عنده نياها كله بيرجع بيتحسن لما تحسن رأس الهرم صح مثل ما بيقولوا بيتقبلوا أرباب العمل لأنه عادة خاصة عنا باللبنان يمكن خليني أقول بالوطن العربي أنا بعرف يعني بتشتغلي مش بس باللبنان عنه للبرامج عندهم شوي يمكن هيدا العقلية الشرقية اللي بتقول إنه في رفض بمطرح من المطاري لكن أنا صارت صار لي بالمهن كتير وقت طويل وصار لي كمدربة وكوالنس بيرسون يعني فوق العشرين سنين أكيد أكيد بآخر خمس سنين وسبع سنين صار في بوم غير اللي قبل يعني نحن اللي أسسنا من أوائل الألفين لهلأ صار في بوم كتير كبير إنه الناس صارت تتقبل هلأ بس ميني بتقبل أكتر من التاني اللي بتقبل أكتر من التاني هو يلي صار هو عنده تعرض لأساسمتس هو وصغير يعني شيف قدي هذا الموضوع ممكن يساعده على عمر كتير صغير وفات بمعترك العمل بالعشرين وصار قائد بقى هو صار شيف الفاليو طبع الولنس بروغرام طبع الكوتشينج طبع إنه واحد يهتم بصحته طبع كله صار بحب يقدمه لم وظفينه لأنه شيف قدي الانتاجية بتصير أكبر تقلك إنه واصلين لمحل نحن مكتفيين فيه بقلب الشرك فيه إنه عم يعملوا قد ما لازم يعمل لا أكيد لا بس أكيد فيه تحسين بلبنان أكيد فيه 30-40% بالدول العربية أكيد عندك 60-70% فيه تحسن بإنه واحد يتقبل to have conversation يعني نبلش الحديث عن إنه هالشرك عندك بحاجة إذا بدك تتحسن أكيد هلأ نحن عبدنا نشوف أيمان ترح يصير فيه تحسن لأصير فيه محلة مساج بقيت مساج أهما شي مساج إنه فيه لأ عن جد شركات وصارت موجودة فيه صار غرف مخصصة لأزا واحد بده يحكي مع حدا في internal coaches لأزا واحد بحاجة لمساج لأزا واحد يعني هيدا بحس كتير مهمة وعن جد يمكن واحد إذا بفكر بالمنافع التبعية أكيد نحن عم نعطي مثل المساج دايتشنز كمان أقدم هم يكون فيه سبيسياليست يعني أو اختصاصيين تغذية عم بتابعه حتى يكون إذا فيه كفات مثلا بقلب الشركة تكون فيه حدا متابع أنه يكون أكل صحي عم بيتقدم مثل ما منتابع بالمدارس يكون كمان بالشركات عم أنت عم بتقضي ثم ساعات على القليلة من وقتك بقلب الشركة يعني هيدا بيتك التاني بده يكون المحل اللي أنت فيه كمان أنت مرتاحة وعم تقدري تعطيه لأ فيه شرك كمان خاصة شرك الكنسلتنسي أو شرك الكبيرة عم تبقى بالشغل تقريبا 12 ساعة أنا بقول بس على القليلة بكل أهم شي بكل المحلات أنه يكون في جيم جيم صغير يعني أهم من الكفات أهم من حيالة شي تاني القهوة كمان أهم هاي إسبرسو ماشين صغير يميش الحال هلأ هولي المطالب اللي كلنا رح نصير عن طلبة بشركتنا حيجوا على إيه الشرك هلأ إذا أنت رح تولهم أهلا وسهلا فيك دايما دكتور زينة خصوب أسود دايما عن جد بتخدينا لمطرح هيك أعلى وأرقى بكل شي منفكر فيه لما بدنا نطور تفكيرنا بكل المواضيع الحياتية أهلا وسهلا فيك نلتقى الأسبوع المقبل إن شاء الله لكل المتابعين فاصل أسير وبطلع عليكم زميلة إلي مع دكتور نيكولا حجار ليحكوا أكتر عن نشاطات ومشاريع كاريتاس المقبلة تابعونا